قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم الزلزولي يعيش ازمة مع فريقه الاسباني ريال بيتيس والرحم يتربص بمكانه داخل المنتخب بلاغ عجل من الفيفا بخصوص لاعبي المنتخب المغربي ابراهيم دياز و بنصير صحيفة انجليزية تكرم القجاع وتعدد نجاحاته مع الكرة الوطنية والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار الزلزولي يعيش ازمة مع فريقه الاسباني ريال بيتيس ورحم يتربص بمكانه داخل المنتخب ذكرت صحيفة سبورت الاسبانيا في تقرر لها ان عبدالصمد الزلزولي النجم المغربي يمر بوقت صعب مع فريقه ريال بيتيس في الموسم الجاري وفي التفاصيل التي نشرت الصحيفة تبين ان الزلزولي يواجه تحديات في ترسخ مكانه ضمن تشكيلة الفريق خاصة خلال اللقاءة الاخيرة اتشهد مشاركته تناقصا ملحوظا مع كل مباراة كما تطرقت الصحيفة الى ان الزلزولي لم يتمكن بعد من التكيف مع استراتيجية المدرب مانويل بيليغريني موشرة الى انه لا يزال يفتقد الى الوقت الكافي داخل الميدان الذي كان يأمل في الحصول عليه عقب انتقاله من نادي برشلونة واضفت تقرار التفاصيل حول الصفقة التي قادت الى انتقال الزلزولي الى ريال بيتيس مؤكدا على الاموال التي استثمرها النادي الاندلوسية للحصول على خدماته من برشلونة بقيمة وصلت الى 5 ملايان يورو بالاضافة الى 50% من اي صفقة بيع مستقبلية ويشكل غياب الزلزول عن المشاركة مع فريق ريال بيتيس فرصة للنجم المغربي السوفيان الرحيمي الذي يقدم اداء متميزا مع فريقه العين ومن المرتقب ان يكون بديل للزلزول داخل اصود الاطلس في المعسكر القادم قرار عجل من الفيفا بخصوص لاعبي المنتخب المغربي ابراهيم دياس وإلياس بن صغير اتم إلياس بن صغير الموهبة الواعدة في صفوف نادي مونكو الفرنسي جميع الاجراءات القانونية المطلوبة للانتقال الى حمل الجنسية الرياضية المغربية بنجاح واستطاع النجم الصاعد من نادي مونكو ان ينال الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتمثيل المنتخب المغربي عقب اتمامه للعملية القانونية اللازمة لتبديل جنسيتها الرياضية بشكل كامل وفعال وهكذا اصبح بن صغير مخاولا رسميا للعب ضمن الصفوف المنتخب المغربية اترى حصوله على الجنسية الرياضية المغربية مما يؤهله ليكون ضمن الخيارات المتحة للمدرب الوطني ولدراجراجي لتقوية الجانب الهجوم للمنتخب بعد ان كان جزءا من الفريق السني الفرنسي وبهذا فان الفيفا منح موافقته للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اجل الاعتماد على اليس من صغير داخل المنتخب الوطني وفي السياق المتصل ذكر مصدر من الجامعة حسب موقع انفوسبور ان لجنة تأهيل اللاعبين بالفيفا اعلمت فريق ريال مدريد بتحويل الجنسية الرياضية لابراهيم دياز ليتسنى له الاندمام ايضا الى المعسكر الاعداد للمنتخب المغربية الذي سيقام شهر مارس الجاري ان شاء الله ويتضمن مبارتين وديتين ضد انجولا ومريطانيا ووافقت لجنة تأهيل اللاعبين داخل الفيفا على تغيير جنسية ابراهيم دياز الرياضية بعد استلامها لطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يشمل على كافة الوطائق اللازمة بما في ذلك الجواز صفره الرياضية ونسخة من جواز صفره المغربي ووثيقة تثبت موافقته على تمتيل المغرب واتمرت محاولة الجامعة الملكية المغربية نجحا في اقناع نجم ريال مدريد بالاندمام للمنتخب الوطني المغربي بالرغم من محاولة الاتحاد الاسباني لضمه لمنتخبهم ومن المتوقع أن يشارك إلياس بن صغير وإبراهيم دياز في التجمع التدريبي للمنتخب المغربي في شهر مارس الجاري وبعد هذه الموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم من المتوقع أن يشارك إبراهيم دياز وإلياس بن صغير في التجمع التدريبي للمنتخب المغربي في شهر مارس الجاري إن شاء الله صحيفة إنجليزية تكرم القجع وتعدد نجاحاته مع الكرة الوطنية نشرت صحيفة العرب واحدة من الصعف البارزة التي تصدر من لندن مقالا مفصلا يشيد بالإسهامات الهامة التي يقدمها فوز القجع رئيس الجامعة الملكي المغربية لكرة القدم والعضو في الاتحادين الإفرقي والدولي والعضو في الاتحادين الإفرقي لكرة القدم كاف والاتحاد الدولي في فا مؤكدة على دوره البارز في تطور كرة القدم المغربية الصحيفة التي تصدر من بريطانيا صلتت الضوء على النجاحات الكروية التي تحققت تحت إدارة القجع لسيما تألق منتخب أصود الأطلس وحصولهم على المركز الرابع عالميا في كأس العالم 2022 في قطر كأبرز إنجاز كما أبرزت الصحيفة الإهتمام المتزايد من السلطات المغربية بالقطع الرياضي والتوقعات العريضة لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة في كأس أمام إفريقيا 2025 ومنذيه 2030 الصحيفة أشارت إلى استمرار جهود القجع في تطور كرة القدم المغربية على مستوى الأندية والمنتخبات رغم التحديات العديدة التي تواجهها كما اعتبرت الصحيفة القجع كأحد أفضل لرؤساء الجامعة في تاريخ كرة القدم المغربية نظر الإنجازات المتميزة التي حققها وفي استياق نفسه تمت الإشارة بالمبادرات لتعزز البنية التحتية رياضية بالمغرب مع التركز على مشروع الملعاب الكبير في مكناس فوز القجع الذي انتخب رئيسا للجامعة في 11 من نوابر 2013 خلفا لعالي الفاس الفهرية أثبت فعاليته وترك بصمة قوية على مسيرة كرة القدم المغربية وضفت الصحيفة أن فوز القجع يعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الدور الاحترافية المغربية في القسمين الأول والثاني مع العمل المستمر لتحسين البنية التحتية الرياضية في البلاد هذه الجهود أهلت المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية سنة 2025 في تسع ملاعب دولية وعززت أمال المملكة في استضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال وضفت أن كرة القدم المغربية تعيش حاليا فترة ذهبية بعد تألق المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 وكذلك تألق منتخب السيدات ووصوله إلى ثمن نهاء كأس العالم للسيدات 2023 بالإضافة إلى تألق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع الذي أحرز العديد من الألقاب قاريا وعربيا إضافة إلى برزه في كأس العالم التي أقيمت سنة 2022 ومع كل هذه الإنجازات يبرز هناك تحدي لا زال يواجه فوز القجاع وهو الفوز بكأس أمم إفريقية التي غابت عن المنتخب المغربي منذ سنة 1976 ومن المنتظر أن تكون نسخة سنة 2025 فرصة ذهبية لكسر هذه العقدة خاصة وأن المملكة المغربية ستستضيف البطولة وهي فرصة لفوز القجاع للتحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره من قبل الجماهير المغربية إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الزلزولي يعيش أزمة مع فريقه الإسباني ريال بيتيس والرحم يتربص بمكانه داخل المنتخب بلاغ عجل من الفيفا بخصوص لاعبي المنتخب المغربي إبراهيم ديازو بن صغير صحيفة إنجليزية تكرم القجاع وتعدد نجاحته مع الكرة الوطنية